اشتركوا في القناة في أسود يوم في حياة إبليس اللعين الكرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه اتنين من مخلوقاتهم وهم الجن والإنس والجن مخلوقات ربنا عز وجل خلقهم النار ومنهم الصالحين ومنهم من تمرضوا على أمر الله تعالى ودول بقى الزعيم بتاعهم هو إبليس عليه لعنة الله تعالى واللي عايز أقولولك بقى هنا إن الجن في الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عندهم قدرة في التصنط على اللي بيتقال في السماء الأولى يعني بيطلعوا يسمعوا وينزلوا يحكوا ده لأعوانهم من البشر والمعشر الجن وبيبلغوهم باللي بيحصل في المستقبل مع البشر الجن يا رفيع المقام عنده قدرات خارقة مش موجودة عند البشر زي إيه؟ الجن يقدر يطير ويقدر كمان إنه يتنقل من مكان لمكان بسرعة البصر الجن يقدر إنه يتمثل بصورة حيوانات وصورة البشر كمان ويقدروا كمان إنهما يشوفوا في الضلمة الجن يا رفيع المقام بيعيش في عالم موازي للعالم اللي إحنا عايشين في ده وفي منهم الشياطين والكافرين والمؤمنين كمان أهلا بيكم أنا محمد فتحي وجاي أقول لكم كم معلومة حلوة كده وسريعة وماشي مش يارو الحلقة دي لعلها تنفع غيرك وتكون سواب أو علم أن ينتفع بيه تعالي بقى أقولك إزاي كتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهما ملكة الجن وإيه الشيء العظيم اللي حصل في المجلس المهيب ده أمر مهيب رفيع المقام اسمع وركز معي كويس جدا هنبدأ الأول ببسم الله علشان نحصل نفسينا من الشيطان الرجيم وعوانه الحكاية بدأت لما السماء فجأة بدأت تدرب الشياطين بشهب ونيازك حارقة للي بيحاول أن يقرب منها ده كان أمر عجيب وغير مسبوك ما حصلش قبل كده المخلوقات دي كان بتطلع السماء وتنزل وتسمع كل اللي بيدور فيها بأريحية كاملة جدا وبيعرفوا كمان إيه اللي بيرتبوا ربنا عز وجل للخلائق من أمور الغيب وده كان بيحصل لما كانوا بتطلعتوا على مجالس الملائكة في السماء محدش كان بيعترضها بمعن أن ربنا عز وجل المطلع على اللي بيعمله مع عشر الجن وسيبهم لسبب ما في علم الغيب ولما جي اليوم اللي اتمنعوا فيه بأمر من الله عز وجل وفجأة كده وبدون سابق انذار اللي بقى يقرب منهم من السماء كان بيتكذف بالشهب ونيازك إبليس اللعين اترعب خرج إبليس لعنات الله عليه وقال لأتباعه إن فيه أمر عظيم بيحصل للبشر في الأرض وأمر أتباعه بالتحرك فورا لمشارك الأرض ومغاربة علشان يعرفوا السبب إيه نسيب بقى معشر الجن شوية ونروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان حزين جدا بعد ما شافي الويل من أزا قريش واللي عمله معاه بعد ما مات عمه أبو طالب اللي كان بيكفل ويحميه وينصره في دعوته هنا بقى خرج النبي صلى الله عليه من مكة المقرمة إلى الطائف ماشى على رجليه ومعاه عبدالله بن مسعود مش في طريق الحد ما وصل للقبيلة هناك اسمها صقيف علشان يلتمس من أهلها النصرة وأول ما وصل أحد مع ثلاثة أخوات من سادة القبيلة دي وأشرفها وأول حاجة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ليهم هي أدعوكم إلى دين الله الإسلام هنا بقى رد أول واحد منهم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مستعجن كده وماسك كسفة الكعبة وعمال يقطع فيها قدام الرسول إذا كان الله قد أرسلك الأبيا فلماذا يمزق سياب الكعبة ورد عليه تاني وقال بكل وقاحة هو ربك مش لاقي حد غيرك يبعد خلنا الموضوع رفيع المقام ما كلس لحد هنا الإخوات التلاتة دول خلوا السفهاء والعبيد بتوعهم يتجمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبوه ويتحكوا عليه ويعيروه كمان الألم والحزن اللي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم ده ما يتوصفش إلا أن مراضية الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قصرعة البركة بعد ما دع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وقال له اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقل تحيلاتي وهواني على الناس الدعوة دي كانت كفيلة أنها تغير الكون كله وجاء الأمر الإلهي بلقاء البشر بالجن لقاء بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسادة الجن وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف ومعاه عبدالله بن مساود لحد ما وصل لنقطة معينة ومفتريقهم في حتة خالية كده اسمها وادي بطن نخلة ووقف فجأة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل خط على الأرض لعبدالله بن مساود وقال له ما تعديش خط ده مهما حصل ومهما شفت لحد ما رجع لك ومش الرسول في طريقه لحد ما اختفى عن الأبصار وكيه موعد الله تفجر بتودق رسول الله ورفع صوته بالأزام وصله وبعدها قعد يقرأ ربع من الكرآن العظيم علشان يقانس وحشته هنا بقى يا رفيع المقام حصل اللي مش في الحزبان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى قدامه مخلوقات تانية غير البشر جالوا سبعة من أشراف جن نصيبية وصلوا المكان يسمعوا القرآن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه لدرجة أن رئيس الجن كان بيسكت قبلته ويقول لهم انسته أعداد مهولة من الجن حضرت وسامعت رسول الله لدرجة أنهم كانوا بيقفوا فوق بعض علشان يقربوا من صوت سيدنا محمد ويشوفوه كمان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الأعداد المهولة دي كلها قدام عينه بدأ يرفع صوته علشان الكل يسمع مفيش حد بيتكلم وصوت الرسول صلى الله عليه وسلم بيزلزل الوادي بالكرآن العظيم قعد الرسول مع الجن لحد شروع الصبح بيعلمهم الإسلام وبيجاوبهم على كل الأسئلة اللي بيسألوها المكان ده نزدد فيه صورة الجن وده نفس المكان اللي بايع فيه الجن الرسول صلى الله عليه وسلم جن النصايبيا مشوا بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا لقومهم ودعوهم للا إله إلا الله محمد من رسول الله وده كان يوم أسود على إبليس اللي أعوانه أسلم طيب حد يسألني يسأل هو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه جن مسلم في يوم أنس بن مالك كان خارج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة ولما وصلوا جبل طهامة لقوا الشيخ عجوز سند على عصائق كده الشيخ ده سلم على رسول الله فرد عليه الرسول بالسلام وقال الرسول له نغمة الجن ومشيتهم يعني ده مش من البشر وسألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له من أنت الشيخ العجوز رد عليه قال له أنا من الجن أنا هامة ابن الهيم ابن نقيس ابن إبليس رد عليه الرسول وقال له ليس بينك وين إبليس إلا أبوين قال لعم سألوا الرسول فكم أتى عليك الظهر يعني عشت قد إيه رد عليه وقال له حضرت قتل قابيل لأخوه هابيل وكنت في الوقت ده غلام وأنا كنت من المحرد وقابيل على قتل أخوه وكمل وقال كانت توبتي على يد نوح عليه السلام واعترفت له بالزنب ده كمل برضو قال أمرني نوح عليه السلام أني أتوضأ وأسجد لله عز وجل سجدتين ففعلت وبعد سجود الطويل ناداني نوح وقال ارفع رأسك فقد أنزلت توبتك من السماء كمل وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عصرت كل الأنبياء كنت مع يوسف بالمكان المكين كنت مع إبراهيم خليل الرحمن لما ألقي في النار ولقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراة وقال لي إن أنت لقيت عيسى بن مريم فقرأه مني السلام وكنت مع عيسى فقال لي إن لقيت محمدا فقرأه مني السلام وأنا يا رسول الله قد بلغت وآمنت بك فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وعلى عيسى السلام ورحمة الله وبركاته ورد عليه الرسول وقال له فما حاجتك هامة فقال موسى علمني التوراة وعيسى علمني من الإنجيل فعلمني من القرآن فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وكان سبب رئيسي في نشر الإسلام بين الجن بعد لقاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب أكون خفيف الزل عليكم سهل بين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته